تحت رعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع مديرية المعاهد الموسيقية والبالي افتتح معهد محمود العجان للموسيقى في اللاذقية ويهدف هذا المعهد إلى إنهاد الموسيقى وإعداد موسيقيين مختصين في العسف على مختلف الآلات الموسيقية لا سيما العربية وتدرس في المعهد مناهج عملية ونظرية معتمدة من قبل مديرية المعاهد الموسيقية في صفوفة لعمت عن المسولة في جبل شؤالات والكورال هو بلاش من طلاب المعهد شو هويتك؟ رسم الموسيقى ليش اجيتي عن معهد الموسيقى؟ تعلم كمال الكورال أما الهيئة التدريسية فهي مؤلفة من أساتذة مختصين أصحاب كفاءة بحيث بعد خمس سنوات من الدراسة الأكاديمية يتخرج الطالب ومعه شهادة من المعهد تخوله فيما بعد الدخول إلى المعهد العالي للموسيقى كيف شايف استجابة الطلاب عندك؟ كثير كويسة لأنه القتار مطلوب يعني القتار مقالة مرغوبة ومن كذا سنة كثير كانت منتشرة بمدينة اللادية بمحافظة شو الأعمار اللي بدرسيها حضرتك؟ هلأ الأغلبية عمر 13 سنة للـ 15 الأصغر ما بتعطون؟ مبتدئين لسا أنه ما كتير ملك اللي بيعرف نوتها بنشتغل معهم بس بآلية تانية تدريب إفرادي كل واحد بياخد تقريبا ساعة ومرة بالأسبوع ومرة درسوا الفيج نعمل إعلان عادة عن تسجاد طلاب بذي يسجلوا عنا بعدين بتقدموا له فحص قبول وكل طالب أو كل طفل حسب موهبته أي آلة بيحبه بعدين مننظمهم بعدين نحنا بسبوع معلم أنا كتير بكتير محلات نوعية التلاميذ اللي إيجت لهان هي نوعية حلوة تجاوبهم كتير حلو استيعابهم حلو النسبة الغالبية منهم يعني في موهبة جواتهم مجال واسع للأطفال ومجال بيؤدي لنضج الفكرة الصخافية والموسيقية عند الطفل المعهد تجربة جديدة باللادقية يعني شيء مختلف عن المعهد الخاصة اللي تعودنا عليها هون تعودنا أنه الشيء اللي بيأشراه في الدولة بيكون فيه شيء مرتب رسمي زو طابع جديد حلو أكاديمي هو معهد أكيد لحيكون الكورسات اللي له كتير دقيقة ومنهجية وعلمية لا سيما أنه الدراسة فيه يعني لخمس سنوات خمس سنوات معناتها فيه تأهيل صح لأي طالب تأتي مساهمة المعهد هذه في إعداد جيل فني يستطيع حمل الرسالة الموسيقية العربية والعالمية على أساس علمي سليم لحماية تراث الموسيقى العربية وتطويرها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر